اشتركوا في القناة على سبيل المثال الأمح والدرة خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دفن دكتور ياسر عبد الحكيم الأستاذ بمركز بحوث الصحراء والمستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر سبعة خير أحدكي دكتور سبعة خير أحدكي ويمكن وأنا في المقدمة اكلمت على الخطوط العريضة لأهمية مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي لكن فيه كمان أبعاد تانية للمشروع ونحن نتكلم عن استصلاح أراضي زراعية ونحن نتكلم عن خلق مجتمعات عمراني فيه أبعاد كتير جدا للمشروع غير كمان الأهداف اللي كنت بستش بيها أو كنت بتكلم عليها عايزة أعرف من حضرتك أهمية هذا المشروع لأن هذا المشروع على قد ما هو مشروع كبير كمان كان محتاج جهود كبيرة جدا عشان نقدر نقوم به المشروع لو قلنا أهميته إيه هو بدأ في 2017 لو حبينا نعدد أهميته أول حاجة ضغف مساحة من الأرض تقريبا 30% من مساحة الدلتة القديمة هتبقى في مشروع الدلتة الجديدة مشروع مستقبل مصر نفسه هو بكورة مشروع الدلتة الجديدة ويمثل حوالي 50% من المساحة مشروع الدلتة الجديدة بيستهدف 2.2 مليون فدان أما مشروع مستقبل مصر هو جزء من مشروع الدلتة الجديدة بيستهدف مليون وخمسين ألف فدان بدأ في 2017 وعلى الأرض حاليا مزروع 350 ألف فدان دي رقم واحد فبيضم مساحات جديدة اتنين تشغيل فرص تشغيل غير طبيعية طبعا لأن الزراعة من المشاريع كسيفة الإعمالة 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة يعني احنا مثلا بدأنا في 2017 تقريبا حوالي 600 فرصة عمل مباشرة وحوالي 23 ألف فرصة عمل غير مباشرة النهاردة عندنا حوالي تقريبا 945 ألف فرصة عمل غير مباشرة وقصاد 13 ألف فرصة عمل مباشرة ده على الواقع دلوقتي فدي كل دي فرص تشغيل الميزة التانية في المشروع إنه بيستهدف في المقام الأول تقليل العجز في استراد أو تقليل العجز في الإنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية عندنا في مصر اللي بنستورد منها كميات كبيرة زي محاصيل الحبوب زي الأمح والدرة في محاصيل الزيوت زي العباد الشمس والسمسم ومحاصيل تانية جديدة والدرة كمان والدرة طبعا نخش في استخلص الزيت وإحنا هنا في مصر متقايبة بنستهلك أو بنستورد 98% من الزيوت اللي احنا بنستهلكها مستوردة من برد فالمشروع بيستهدف يقلل الفجوة دي ويقلل الفجوة في استراد الأمح وحاجات زي كبيرة نحن نتكلم في النقطة دي المشروع مش فقط أراضي زراعية بيتم عفوا أراضي بيتم استصلحها ولكن كمان في مراحل أخرى وإنشاء مصانع منها مصانع الزيت المشروع مبني على أساس علمي محترم جدا ودراسات معمولة من البداية حتى الآن ومازالت الدراسات دي مستمرة ودي أهم شيء فعشان يبقى المشروع بيحقق مكسب في النهاية وبيحقق غرضه للدولة بيبقى أضافة للدخل القومي واللصاد القومي في البلد بيبقى مقصود بأننا أحقق قيمة مضافة لمنتجنا بيطلعه ما بيعش سلع خام يعني ما بيعش الدرة كدرة لأنا بيع زي الدرة مثلا فأعمل مصانع دي نقطة مهمة جدا تصنيع الزراع أعمل فيه مصنع هيتعامل للأعلاف مصنع للزيوت مصنع للبصل والطوم المجفف هيتعامل محطات فرز وتعبئة تلاجات يعني فيه منظومة متكاملة يبقى زراع وتصنيع زراعي عشان يبقى فيه خيمة مضافة للمنتج اللي بيطلع لحقق عائد المشروع عشان المشروع يستمر دخليني أخد الحتة من الحتة التانية إحنا الفجوات اللي كانت عندنا كاته يعني كان عندنا الأمح والأمح طبعا العلم كل بيكلمة لي كان عندنا الدرة اللي بيعتبر العلف الرئيسي للدواجن كان عندنا الزيوت اللي إحنا بنستوردها وربما الزيوت برضو أحد المخرجات بتاعات الأزمة الرسالة الأوكرانية اللي فيها برضو كلام إيه الفجوات اللي إحنا لعبنا عليها أو اشتغلنا عليها والله لو ندي أرقام مثلا المشروع ده ساهم مثلا في فجوة بتاعة السكر مثلا في إنتاج بنجر السكر المشروع في خلال ثلاث سنين ضخ المصانع السكر أكتر من خمسة مليون طن بنجر سكر أنتج الخمسة مليون طن دول حوالي 715 ألف طن سكر فده بدأ يساهم في تقليل أو وصول الاتفاق ذات في إنتاج السكر عندنا في مصر بسبب هذا المشروع دي كبداية لسه في الأمح مثلا احنا بدأنا بزراعة تقريبا في 2018 حوالي 4000 فدان أمح السنة دي 40 ألف فدان مستهدى في 2024 منعة توجهات القائدة السياسية طبعا ودي العضا المطلوبة أن احنا نوصل لحوالي 350 ألف فدان 350 ألف فدان دي يعني تقريبا هينتج مليون طن أمح فده حيساعد برضو في تقليل الفجوة الاستراضية من الأمح إذا كنا بنستورد حوالي أو بلنتج مثلا حوالي 45% من إنتاجنا والباقي استراض ممكن بالمليون طن اللي هتدخل دي يبقى إحنا كده بلنتج تقريبا 60% من احتياجنا وبنستورد أربعية فالاستراض يبتدي إقل ويبقى فضلنا أديها على اكتفاق الزاتي من الأمح شوف حضرتك عشان أوصل الاتفاق الزاتي أولا ننازم نفهم مبدأ مفيش حاسمها اكتفاق الزاتي في كل المحاصيل لدولة واحدة طبعا ده الشيبة مستحيل لأن في محاصيل بتتعرض مع بعضها في نفس توقيت الزراعة يبقى حاجة على حساب حاجة وموارد المية عندنا المحدود الأرض موجود لأن المية لا موارد المية هو المحدود فبيحدد لي هزرع دا ولا دا يعني مثلا الأمح والأبرسيم الأمح والبنجر سكر الاتنين في نفس التوقيت في نفس قطعة الأرض والأمح ما ينفعش زراع مرتين عشان خصوبة الأرض زي ما الرئيس مبارح قال عام متا كقاعدة أو كمبدأ لازم يبقى فيه دايما تركيب محصولي فيه دورة زراعية بحيث نفس المحصول ما زرقاش في نفس الأرض عشان ما تتوطنش أمراض المحصول دا كل ما غير المحصول الأمراض اللي موجودة ما تقدرش تكمل معاك لأن في بعض الأمراض الفطرية مثلا بتصيب محصول بعينه لو في كل سنة بزرعهوله يبقى الأمراض دي هتتوطن وتبقى ثابتة إليها حسابات تانية كمان وده قالت في الزراع على فكرة من زمان يعني آه بالزبط طيب دكتور يمكن حضرية كنت أشرت النقطة مهمة جدا وهي فكرة الموارد المائية ويمكن أي حد كمان هو بيسمع عن هذه المشروعات مشروعات استصلاح الأراضي بيفكر أو بييجي في دماغه كذا سؤال أولا هل استصلاح الأراضي الزراعية طيب ده هيحتاج مياه كتير جدا ده أولا ثانيا برضو استصلاح أراضي الزراعية هل المنتجات أو المحاصيل اللي هتطلع من الأراضي دي هتكون بنفس جودة الأراضي الطينية فيه أسئلة كتير جدا بفكرة استصلاح الأراضي دي عندنا ممكن نكون مش مستوعبين ها قوي عشان نجاوب على السؤال ده نقول أساس علمي بسيط خالص لكل الناس تعرفه الزراع صنف أو تقاوي أو بزرع يعني ومعاد زراعا بغض نزع عن الطربة يعني دايما الناس معتقدة أن فيه أرض بتطلع محصول حلو وأرض طلع محصول باش لا هو فيه أصل وراسي من البزرع وتزرع في متوقيت مناسب لها فتعبر عن نفسها ويقف تفاعل ما بين الصفات الوراثية دي وبين الظروف البيئية كل نبات ليه احتياجات بيئية معينة بغض نظرنا عن الطربة الطربة دي ما هي إلا مهد ماسك جدر نبات مسبت النبات وبيمد النبات ده بالأسمد اللي أنا بضفها وبالميا اللي أنا بضفها فإنما دي اللي أنا بتحكم فيها فالتحكم في الطربة تحكم عالي أما ظروف الجوانة مش بتحكم فيها ظروف الجوانة دي حرارة وإضاءة ورطوبة دي عشان أوصل لها لكل محصول ليه احتياجات معينة من الضوء من الحرارة من الرطوبة فيه نباتات نهر طويل ونهر قصير وهكذا يعني فلازم أزرع المحصول في التوقيت اللي وفر له ظروف البيئية المناسبة دي فأهم نقطة في الزراعة عام مثلا هو اختيار صنف قوي صنف بزرع يعني التقاوي وزراعتها في معات زراعة الأنسب لها كويس دي واحد اتنين طيب مشكلة المياه احنا هنا في مصر والعالم ككل بيواجه مشكلتين وده اللي جاي في الفصنين اللي جاية كمان مشكلة نقص المياه ومشكلة التغارات المناخية المشروع مستقبل مصر من ضمن مميزاته انه بادئ داخل في الموضوع ده واخد ده معيار قدامه بيقيس عليه شغله بمعنى انا لازم من النهاردة اعمل حساب انه عندي مشكلة نقص المياه وعندي مشكلة التغارات المناخية طب اواجهها ازاي رقم واحد ان انا بتعمد ادور على اصناف المحاصيل اللي احتاجتها المائية قليلة اده واحد ما زرعش المحاصيل مثلا زي برسيم لا خلاص مش هزرعه برسيم ممنوع لنا زرعه خالص لو زرعته استهلاك والمياه عالي لا انا دور على محاصيل استهلاكها او الرز مثلا استهلاكها للمياه اقل فدي واحد اتنين بدور على المحاصيل اللي زرعها تكون متحملة للملوح لانه لمصدر المياه في المشروع جزء قبار وجزء ان شاء الله الترع اللي هتدخل للمشروع بمية النيل فالقبار دي فقى نسبة ملوح ودور برضو على المحاصيل وزرعه وده فعلا بيتم على اصناف اللي فقى تحمل الملوح من غير ما اخد بتفاصيل فنية يعني تلاتة انظمة الرأي نفسها مش هروي بقى رأي فرق الرجاشن او الرأي السطحي او الرأي بالغمر اللي بتم في الدلتة واهضار كمية مياه كبيرة لا انظمة الرأي الحديثة خالص ومش حديثة يعني يبقى لها ستنين موجودة اللي هو الرأي بالرش المحوالي اللي بسموه البيفوت اللي هو الدايرة اللي بمشوفها بالطيارة من فوق دي الدايرة ال الواحدة تقريباição سبعين فادان في مشروع مستقبل مصر اربعة وده الاهام بقى مشروع الصوب اللي في مشروع مستقبل مصر في منطقة اللي هون في الفيوم فيها تقريبا الف و تمنونين سوبة انا ادخل فيهم زراعات الخضر والفاكها احنا هنا في مصر لدينا اكتفائق ذاتي وبنصدر من الخضر والفاكها طب حازر عليه خذ رفاكة تاني وتتوسع في مساحتها عشان رقم واحد الصوبة بتقلل السلاك المي اتنين بتقلل السلاك المبيدات لان انا بوفر جوا الصوبة دي او الصوبة دي باختصارها هي عبارة عن ايه هي وسيلة للتحكم في الظروف البيئية المناخية بحيث ان انا بوفر حرارة وإضاءة ورطوبة مناسبة نموه النبات وغير مناسبة لمسببات المرضية فاخد انتاج عالي بقلل السلاك كمية مية بقلل السلاك المبيدات تطلع اجزاء صحي وآمن تمام الخضر والفاكة دي احنا بنعظم الاستفادة منها للتصدير بر ايه والضبط لأسعار في السوق المحلي فالغرض من الصوبة نفس الحاجة الحاجة التانية وديه الاهم بقى اقدر جوا الصوبة ان انا اقلل جدا من السلاك المي بأنظمة الرأي المختلفة سواء الرأي بالطنقيد او زراعة بدون طربة في الطربة بديلة او زراعة المائية داخل الصوبة كل دا بيوفر لي في السلاك المي بشكل غير طبيعي عشان المستقبل انا داخل عليه والمساحات اللي وفرتها من المكشوفة وزرعتها جوا الصوبة ووفرت فيها ما من خضر الفاكة استبدلها بقى بالمحاصيل الاستراتيجية اللي عندي فيها مشكلة بزراعات الامح والدرة وفول السوية وعباد الشمس وتوسع فيها واهم ميزة في مشروع مستقبل مصر انه مشروع ميجا بروجيك او مشروع ضخم ضخامة المشاريع الزراعية اقتصاديا افضل من المساحات الصغيرة علمونا كده في الاقتصاد اللي في حاجة اسمها مبدأ وفرات السعب بمعنى كل ما توسع مساحة المزرعة تقل تكلفها مش تزيد لكن كل ما تصغر مساحة المزرعة تكلفها تعلم على الشغال فالمشروع مبني بامانة يعني بطريقة عبقرية على الدراسة جاء من عند ربنا الحمد لله وبكفاءة الادارة الموجودة واللي بيميز المشروع ده بمناسبة ادارة كلها شباب من اول موديل المشروع والطاقم المعاون ليه بالكامل كلهم شباب مقدم يعني صغير شاب خبرة وعلم بسم الله ما شاء الله وبعدين حماس عالي جدا وبيعتمد على الناحة العلمية وبيحترمها وبيحاول يطبقها وبيتعاون وقدر يعمل منظومة يعني موديل المشروع ان يجمع ما بين وزارة الزراعة ومراكز البحوث وما بين الجيش كإدارة للمشروع وما بين المستثمرين في موطقة واحدة ويطلع على المشروع هو ده النجاح دي كانت أروع حاجة في المشروع بصراحة طب خلينا نشوف كده قدام يعني عشرين وعشرين وعشرين خمسة وعشرين سبعة وعشرين عشرين وثلاثين هنوصل لإيه هنعمل إيه المخطط الموجود على الورق إيه وإن شاء الله يحصل إيه حاضر اللي على الأرض دلوقتي أنا قلت ساعدتك إحنا بدأنا مثلا لو خدنا نموذك كالأمح قلت لحضرتك بدأنا باربعة تلاف فدان أمح في 2018 السنة دي أربعين ألف فدان 2024 وعشرين المسادة بثلاثمئة وخمسين ألف فدان أمح ده معنى أنه هوصل لإنتاج ستين في المئة مليون طن أمح إن شاء الله تمام لو خدنا بنجر السكر مثلا بدأنا بحوالي خمسة ألاف فدان السنة دي خمسة وستين ألف فدان مستهدف أوصل لحوالي مئة ألف فدان بنجر سكر أو مئة وخمسين ألف فدان ده هيوفر لي هيوصلني الاتفاق الزياتي في إنتاج بنجر السكر اللي هيتورد لست مصانع الكبار اللي موجودين في مصر وحيصنع لي سكر ويخش منه جزء من المخلفات البنجر نفسها كأعلاف وبتتصدر برنا وحيوقف لعملية الاستيراد الخاصة فيه آه طبعا وإحنا خلاص على وشك نوصل الاتفاق الزياتي في إنتاجنا من السكر بإذن الله يعني إيه كمان المشروع ده الواحده ساهم في إنتاج خمسة مليون طن بنجر سكر في خلال ثلاث سنين أنتج منهم أو أنتجوا منهم مصانع سكر 750 ألف طن سكر فده شيء هايل جدا لمشروع لسه بادئ كمان فبدأ بقوة وضخ فعلا يعني ساعد في تشغيل عمالة ساعد في تأليل فجوة في إنتاج السكر ساعد في تأليل استيراد الأمح لو خدم رقم المشروع حتى الآن وفر من فطولة الاستيراد من الأمح والدرة وفول السوية والسكر مليار دولار ده رقم كبير حل محلهم بإنتاج محل فده دل على الأرض المستهدف إيه نوصل لفين نوصل إن شاء الله على 2024 بإذن الله تعالى يعني لحوالي مليون وخمسين ألف فدهن لمشروع مستقبل مصر اللي يمثل 50% من مشروع الدلتة جديدة اللي هي 2.2 مليون فدهن دكتور ياسر مجال الحبوب أيضا أو قطاع الحبوب برضو هو مهم جدا جدا ومصر للأسف بتعتمد يعني على عمالية الاستيراد بنسبة مش بسيطة وبأسعار متفاوتة إزاي مشروع زي مشروع مستقبل مصر زي إنه يقدري إن هو يساهم في سد هذه الفجوة ونحن جميع محتاجين الحبوب دي منسبة لنا برضو تعتبر من خياني نقول إنه من السلع أو من احتياجاتنا الاستراتيجية شوف يا حضرتك هو نتيجة تفتت الحيازة في مصر فالمزارعين كل واحد ما فيش إجبار دي على زراعة حاجة معينة دائما بيزرع المحصول اللي هيكسب منه فغالبا بيبعد أو بيعزف عن زراعة محصول زي الأمح محصول زي الدرة مساحات قليلة خالص وبسيطة فتوجه مشروع مستقبل مصر إن أنا كدولة بقى هدخل بتقلي كله وأعمل مساحات ضخمة جداً مرة واحدة لزراعة المحاصيل دي أعوض المشكلة بتاعت إن أنا مش قادر أجبر مزارعين يزرع المحصول دي بعينه وفي نفس الوقت أنا همتص عدد كبير جداً من العمالة ومن المهندسين الزراعيين والفنيين في قلب المشروع والمشروع ما كانوا مكان عبقرية ما كان قريب من محافظة الجيزة ومحافظة البحيرة ومحافظة المنفية هذا سؤالي الأخير أنا كنت عاية أسأل مميزات المشروع الدلتة الجديدة يعني استفادنا من التجارب اللي فاتت تطورناها إزاي عشان نعمل دلتة جديدة حتى الإسم وحتى مكانه أنت بتتكلم في محورين مهمين على الطرب أولاً استفادنا أننا نستغل المميزات اللي عندنا من المناخ ومن التربة والمية والموارد المتاحة في المكان ده أول استفادة حقيقية هو قريب طبعاً من المواني بتاعت اسكندرية شمالاً أولاً استفادة حقيقية أن نتعامل طريق اللي بيوربط ما بين كبري محور رود الفرج لغاية مدينة الضبعة في السحل الشمالي اللي هو بيسموه محور الضبعة المشروع بدأ بعد بداية الطريق اتنشأ طريق بدأنا نفكر في المشروع نفسه في 2017 لما تعامل بداية المشروع كزراعة اتعامل بفكر المساحات الكبيرة الميجا بروتش عشان أتجنب مشاكل المساحات الصغيرة وعشان يبقى اقتصادي ومربح فيها ثلاثة اتعامل بمبدأ أن يد لوحدها ما سقفش لازم نشتغل فريق عمل بحقه حقيقي فبقى فيه تعاون ما بين الإدارة الشباب الإدارة العسكرية إدارة القوات الجوية للمشروع هي اللي بيدينا المشروع متمثلة في شخص المقادم بها الغنام قائد المشروع شاب متعلم كواس جدا واخد واخد موضوع في الاقتصاد بغدر نراجع العسكري فهو راجل بيزنس ما نفاهم يدير المشاريع القوامية إزاي وقدر يجيب معاه كمان المستثمرين ويجذبهم لأن المستثمر عمره ما يدخل لا بالأمر ولا بقى حاجة بقدر يدخل بأنه يتشجع ويحس أنه وين وين أنا هكسب خلاص فقدر فعلا يستفيد ويستثمر المستثمرين ويدخلوا معاه في المشروع وقدر يوظف كمان وزارة الزراع بمراكس البحوث بتاعتها مع بعض فعمل منظومة متكاملة أن وزارة الزراع والمستثمرين وإدارة القوات الجوية تعاونوا مع بعض يخرجوا هذه المنظومة تحت إقدارته للأمانة يعني فدائما أي مشروع أساسه الإدارة العليا بتاعته دي رقم واحد رقم اتنين المشروع نفسه لما بدأ بدأ في موقع هاي الموقع اللي هو بيبدأ بعد حوالي 30 كيلو بالمدينة 6 أكتوبر بطول تقريبا 220 كيلو فعرضة 40 كيلو تقريبا يعني له يغطي مساحة يعني الطريق ده كله حيبقى أخضر على مرمى البصر لو نزلت من دلوقتي تلت الطريق الأولى لكله أخضر يميل وشمال ده كله بالطيارة أو ساعتك ماشي على الأرض هتشوفها وشغل عمالها جمد جدا أنا قلت حاكا احنا بدأنا ب600 عامل مباشر النهاردة عندنا 13 ألف عمالة مباشرة الغير مباشرة وصلنا إلى 975 ألف عامل غير مباشر فده رقم مهور طبعا أكيد هنمشكرك حضريك جزيلا شكرا دكتور ياسر عبد الحكيم الأستاذ بمركز بحوث السحراء والمستشار الزراعي المدير المشروع مستقبل مصر مشكرك على كل هذه المعلومات والإضاحات وهذه الاستفادة يعني ومجهود كبير جدا ودايما دايما من نجاح لنجاح إن شاء الله يا ربي دايما أنا اللي يهمني في القصة كمان قصة البطالة الشبح اللي بنواجهه مشروع طبعا على مرمى البصر طبعا يعني هيشغل شباب كتيري عندما تتكلم في امتداد زراعة خير صحيح صحيح شكرا لكل شكرا نورتنا فن